يعني ربما تركيا بموقفها الحالي أفضل الدول موضعاً وأكثرها أهلية لأن تشتغل بروكر بين الأطراف بين الأطراف يعني إذا فيه مصالحة إذا فيه معاملية مصالحة لأنه محتفظة بعلاقتها بالروس محتفظة بعلاقتها بالأوكرانيين وتركيا ليس من مصلحتها أن تدخل في مواجهة مع روسيا إطلاقاً أنه فيه ملفات كثيرة عالقة بينهم والموقف الغربي شوف ليش الموقف الغربي يبدو للمشاهدي موقفاً متطرفاً وشديداً لأنهم يتحملون المسؤولية عن هذه الأزمة ولو جزئياً يعني هم الذين أوصلوها إلى هذا الحد وكان ممكن تحل في وقت مبكر هم سعروا أواري الحرب فهم الآن لازم يبينوا أمام الجمهور أنه هذا بوتن لعين والدين وأنه هذا بوتن لازم نعمل فيه ونسخمه ونعمل مش عارف إيش لأنه هذه الصورة أمام الرأي العام يعني دور بريطانيا في تمكين بوتن مالياً لا ينكره أحد يعني الآن إذا بدأك تحاكم هدول الأوليغاركس لازم يتحاكم الذين مكنوهم في البلد الصحفية الأوكرانية رئيس المركز المكافحة الفساد في أوكرانيا التي مسكت بوتن في وارسو في بولند وابخته على مدى خمس دقائق تتابعة وابخته بشكل عنيف حتى أنه طأطأ رأسه يعني من الخجم كانت مؤثرة كلمة جميع بالنسبة لتركيا طبعا تركيا تتعاون مع الروس في ملفات تتواجه معهم في ملفات وتريد أن تبقى الخصوم محدودة في ملفات أخرى أما أين تواجهت معهم في سوريا تواجهت معهم وما زال طائرة سقطت وكادة تشتعل الحرب لكن حتى بدون سقوط الطائرة بدون سقوط الطائرة اللي قالوا ربما جماعة غولن هم اللي يحركوا إلى آخرين بدون سقوط الطائرة كان التوتر شديد بالضبط المواجهة الأخرى في ليبيا المواجهة الأخرى في أدريبيجان وأرمينيا يعني الروس كانوا مع أرمينيا والأتراك كانوا مع أدريبيجان والأتراك دخلوا مش فقط بالسلاح التركي دخلوا أيضا بالمستشارين والنصر الأخير لأدريبيجان هو كان بفضل الدرونز بالمناسبة والكلام يقول عن إيران أيضا بالضبط مع إيران أيضا لكن مع روسيا كانت أكبر في أرمينيا بالرغم أن الإيرانيين وقفوا مع الأرمينيين اللي هم الأذرين شيعة شيعة ولكن تركمان والأرمن مسيحيين الإيرانيين وقفوا مع الأرمن هي مصالح تنافسك وبالتالي قضية لكن الأتراك الأتراك الحقيقة أنهم يعرفون أن خصمهم رئيسي من الخصوم هو خصمهم عندهم مشاكل داخل الحلف الأطلسي يعني صارت لهم خلافات شديدة طبعا مع اليونان وقبرص وخاصة مع فرنسا ولكن أيضا مع الأمريكيين الآن عندهم مشكلة الـ F-35 وعندهم مشكلة الـ F-16 طردوهم الـ F-35 تجديد الـ F-16 أو الـ F-15 الآن مش مؤكد ولذلك يجد أحيانا بوتين وأردوغان يجد وكلاهما لديه نوع من التشدد في الحكم أو نوع من الـ Autoritarian يعني إذا شئنا لكن الخصومة الاستراتيجية هي مع روسيا هناك 17 حرب قامت ما بين الروس والعثمانيين وربما فيهم حرب أو اثنين كانوا أطراع كانت انتهت الدولة العثمانية حتى أوكرانيا هذه يعني فيه اتفاقية 1774 اللي بانقتضاها نهزم العثمانيين سمحوا للروس أن يأخذوا أجزاء كبيرة من أوكرانيا مما فيها القرم بالمناسبة اللي كانت تحت الحكم العثماني وذلك الروس يعتبروا القرم إليهم يعتبروها من هذه لأنهم انتزعوها من دولة العثمانية في 1774 لكن الأكثر من ذلك هو أن البريجادر درونز الآن في هذه الحرب التركي يلعب دور رئيسي واعتبروها أنه عصى ضد المدافع يعني بالفعل يعني دمر مدافع الترامي الأمريكي قالت أوكراني's main secret اللي هو الطائرات التركية الطائرات المسيرات التركية المسيرات التركية الشيء الآخر كان أردوغان ذهب عدة مرات لأوكرانيا وكان كل ما يريد أن يغيذ بوتين ملف معين يذهب إلى أوكرانيا وقع اتفاقيات هائلة مع أوكران بالرغم من أنه يتعاون في المجال السياحي فملايين الروس يذهبون إلى تركيا سنويا يتعاون في لمناسبة تعرف قانون التجنيس أنا هذه معلومة استغربتها قانون التجنيس اللي سووا الأتراق بالحوالي أربع سنوات الذي يشتري عقار أو يستخدم نعم 250 ألف يأخذوا يا جنسية تركية أكثر المستفيدين هم الروس الروس نعم وليس العرب أنا ظنيت العرب لا الروس هو مبدال الروس هو بفارق هائل ثم يأخذوا جنسية تركية يأخذوا جنسية تركية ويأخذون عقارات وأراضي الأمر الآخر بين تركيا وروسيا طبعا فيه نقاط المشادة في مصر يعني الدعم البوتين للسيسي شديد كبير بينما شفنا كيف كان صحيح الأتراك الآن يغيرون موقفهم إلى حد ما بالبراجماتية المعروفة عندهم ولكن كانت عندهم خصومة كبيرة في مسأل خصومة الأكبر سوريا وليبيا ولكن أيضا حتى في مالي الآن بدأت خصومة فالانقلابيين في مالي اللي هما وقفوا موقف أنا أعتبروا جيد داد فرنسا لكنهم استعانوا بواغنر اللي هما المرتزق الروس والآن ذهبوا أيضا للأتراك قالوا أننا لا نضع بيضنا في سلة واحدة فهناك نقاط التماس كبير لكن أعتقد أن خاصة وجود شعوب تركية أو عثمانية تحت النفوذ الروسي سواء من الدول السابقة الاتحاد السوفيتي أو من الجمهوريات اللي هي داخل الاتحاد الروسي كل هذا يعطي لتركيا امتداد واسع لو عادت روسيا إلى كونها بلد صغير أو متوسط دعنا نقول متوسط روسيا احتلت عشرات الدول والإمارات التي كانت تسمى إسلامية وكانت أساسا تحت سيبيريا هذه الجزء الأكبر من سيبيريا كان تحت إمارات مسلمة واليوم موجودين في حدود عشرين في المئة كاللي يقول ثلاثين بالمئة من الروس المحسوبين روس هم مسلمين بوتين استمعت لي هنا قبل قليل قبل أن ندخل الستيديو طبعا ألقى قبل قليل خطاب يقول نحن أكثر من مئتين قومية وبالمناسبة كان راح يتحدث على واحد مسلم كيف أبدى بلاء حسنا وعطاه رتبة بطل روسيا طبعا هذا دائما في الحروب هذه فتركيا في اعتقادي أنها على المدى القريب والمتوسط من مصلحتها وهي تعرف ذلك جيدا أن يعود الروس في حدود ضيقة وينهزمون في هذه الحرب وإن كانت تعرف أن تركيا مثل دول أخرى كثيرة أن الدول الغربية في النهاية الاستعمار الأكبر والأفضع والأبشع الذي عانينا منه نحن هو الاستعمار الغربي وليس الصيني وليس الروسي بالرغم من أن هناك بشاكل مع الصين ومع الروس ومعي في درس في درس بس لسيت أشير إليهم من أشياء التي قلت تعلمناها أو يعني أو الله عز وجل علمنا من هذه الأزمة يعني غير قضية قضية التبرعات وقضية المتطوعين الأجانب أو المقاتلين أو الجهاد بين المزدوجين يعني قضية هذا اللي فنجر نفسه في الجسر ومنع وقال للرئيس زيلنسكي أنه بطل أوكرانيا وعلى أعلى ألقاب الشرف في أوكرانيا وقلد هذا وعلى فكرة تجاهلته الميديا اللي أنتم معارفين لأن هذا مشكلة كبيرة سيفتح باب هائل هذا تكثيري هذا انتحاري هذا ما أخذ من فتهم الكرضاوي هذا أكيد أخوانجي هذا من كتائب القسان سيقال هذا الكلام كثير فسبحان الله كيف تأتي الدروس يعني من حيث ولا تحتسب وكيف نتعلم من أشياء يعني تضع حولاء الظالمين في مأزق حرد جدا وأيضا تثبت الذين آمنوا بمناسبة على قضية خوتن وتكلم عن الأعراق والأقليات تعرف أنت لأنه في الداخل الروسي وروسيا في محاولة للوصول إلى الجمهور العالمي تتكلم عن أوكرانيا أنها أصبحت مرتع للنازيين الجدد أو صحيح وأنه هؤلاء فاشيون وأن هؤلاء يعني من أقبل وبالمناسبة ترى في درجة عالية من الصحة بعض الذين ذهبوا من بريطانيا ذهبوا من اليمينين المتطرفين صحيح بس فهذا له جذور تاريخية لأنه لما في الحرب العالمية التانية روسيا كانت تحتل هذه المناطق أوكرانيا فلما أجوا النازيين اعتبرهم الكاثوليك الأوكرانيين محررهم من الروس صحيح فانضموا إليهم وحاربوا الروس فهم الروس في تاريخهم بيعتبروا أنه هذا موقف نازي طبعا الآن في التراشق السياسي الأوكرانيين يتهمون الروس بأنهم نازيون والروس يتهمون الأوكرانيين بأنهم نازيون لأن كلمة نازية طبعا هي تثير تغمى هي تغمى وتثير ذلك شتيمة وتبر أحكي لكم شيء يعني على واغنر عارفين واغنر طبعا لكن هل تعرفون من أين يأتي اسم واغنر هو واحد شخص اسمه واغنر هذا شخص كان هو أشهر موسيقي في زمن هتلر الله وكان هتلر يستمع إليه ويعتبره هو يعني أفضل موسيقي يسمع لها هتلر هو ريتشارد واغنر هو واغنر ولا فاغنر يعني ثلاثة بالإثنين هي الو في القرى في يعني 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 ذكرتها بالفرنسي واغنر ذكرتها بالألماني فاغنر لليهود وكان كاتب حتى كان كتب اليهود اليهودية في الموسيقى اليهودية أو التمهود التهويل 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 التمهود اليهود ومنقول عنه هذا وباعتباره كان يعتبر هو أعظم موسيقي في تلك المرحلة على الأقل هتلر اعتبره أعظم موسيقي وكان يستمع له وحده فكان عنده تأثير هائل لكن عنده أطرحات ضد اليهود هو أخذ اسم الأب اللي رباه اللي هو ألماني لفاغنر لكن أبوه الحقيقي يهودي عمره لا اعترف بأبوه الحقيقي البيولوجي لكن أخذ دائما الأب الألماني وتبنى أطرحات نازية في حدود معينة لكن اختلفوا فيه باعتبار أنه موسيقي كبير جدا كانوا يخفون أحيانا هذا الموقف طباخ بوتين اللي هو ضابط كبير في المخابرات أنشأ فاغنر طبعا بالتأكيد بموافقة بوتين وسماها على ريشارد فاغنر اللي هو كان موسيقي على الأقل إذا لم يكن نازيا مطلقا فكان كان هو موسيقي للنازي كان انترتينر من هو الذي يطلب النازيين فالاتهام انتع بوتين للأوكران بأنهم نازيين في الحقيقة يرد عليه كثير أولا النازية موجودة في كل دول الأورب كمجموعات لكن اتهامه مثل مثل اتهام صدام بعلاقته بالقاعدة وبالضبط هتلر سمه هتلر موش سمه هتلر وهتلر فهذه الاتهامات هي دائما شيطنة الخصم حقيقة الاتهام الأوكران بالنازية ليس صحيح دعم فيه مجموعات نازية أنا طلعت على بعض مجموعاتهم فيه مجموعات نازية لا شك في ذلك ولكن هذه المجموعات النازية موجودة في كل دول أوروبية وعندما يخف يعني فرنسا اليوم شيء نازي اللي فيها اليمين المتطرف ليس له حدود من هو الزعيم الذي يقدسه اليمين المتطرف في أوروبا بوتين وليس وليس الأوكران هذا يوسي بلمن في المقال اللي كتبوا عن ما يجري الآن وموقف إسرائيل من الموضوع أشار إلى ذلك قال إن نتنياهو واتضع علاقاته ببوتين وبرئيس بولندا ورئيس هنغاريا هنغاريا كلهم دولة يمينيين متطرفين تصور أنت يعني المعنى اليمين المتطرف يعني في داخله يكره اليهود صحيح لكن على ذكر النازيين واليهود الآن فيه بتطلع معلومات حديثة علمية وأكدها فيلم اسمه The Pianist طبعا عازف البيانو فيلم رائع رائع هذا عازف البيانو شخص يهودي موهوب كان يعزف البيانو وهو من القلة القليلة جدا التي نجت من المعسكرات الإبادة صحيح في الفيلم يعني قصة حقيقية في الفيلم كما في الآن في الأبحاث التي بتنشر كان بعض اليهود يشتغلون مع النازيين كانوا حراسا في معسكرات الإبادة الإبادة بالضبط صور بالضبط يستخدمونهم ضد اليهود يعني يهود ضد اليهود شوف فإحنا في الثورة الجزائرية كان ما يعادل 200 ألف جزائري يقاتل ضد الثورة الجزائرية لتبقى الثورة الفرنسية طبعا طبعا في كل المجتمعات في فرنسا عندما احتلها هتلر بدون تقريبا بشب ما في بدون دخلوا الشارع تمشوا وصل هتلر إلى التوريفيل وكانت تلك الصور هناك صور مزعجة جدا للفرنسيين الدراسات الفرنسية التاريخية لم يكترثوا أو تعاونوا مع هتلر وقامت حتى حكومة فيشي إلى آخره اليوم في فرنسا زعيم اليمين المتطرف هو يقود اليمين المتطرف الثنين إيريك زمور لعلك مستمعت عنه وهو يهودي أيضا بالمناسبة وماري لوبان الثنين الزعيم الأكبر لديهم هو بوتين يرون في بوتين شخصية هائلة وخاصة بعد ما فعل في الشيشان وفي سوريا هذا إله سببين الحقيقة سبب منهم أنه عندهم نزعات عنصرية لا شك لكن السبب الآخر أن أوروبا في الحقبة الأخيرة ما فيها قيادات شعبية بارزة لها كارزمة ولها هيبة وهم يبحثون عن شيء من هذا القبيل فاللي بيطلع فيهم هيك مبين عليه ذكر ضد المهاجرين ضد المسلمين فبيعتبرون نموذج لأن بوتين لماذا يكاد يقدس عند اليمين من الأوروبي المتطرف هو لأنه أثبت أنه يستطيع أن يجعل من جروزني لا شيء والشام ومن الشام لا شيء تقريبا فلما أثبت هذا فيقولون هذا الذي نريد لأن المسلمين يغزوننا والمهاجرين عموما حتى لو كانوا المسلمين يغزون أوروبا وفي حديث السرديات اليمين المتطرف في أوروبا تتحدث بشكل أحيانا مضحك جدا ذبابي يعني يقول لك أنه بعد عشرين سنة المسلمين سيصبحون بعضهم سيصبحونهم أوروبا ستصبح مسلمة وأن أوروبا على بواب خلاص هي مسلمة ولو تستمع لهم وتكون غربي لا تفهم تأخذ السلاح وتقتل أي مسلم أول هذا جزء خطاب روسيا خطاب لافروف وخطاب بوتين يتكلمون عن الخلافة وعن الإسلام وعن السنة وعن التاريخ وعن صدر تصريحات صحيحة قليلة لكنها موجودة فيبدو هذا هو داعب أيضا أوتار اليمين المتطرف يعني طبعا الآن من المفارقات العجيبة أنه الهجرة الحالية هم ليش طلعت بريطانيا من أوروبا مش عظيم المهاجرين واليمين المتطرف لماذا ينتخب ويحكم لأنه ضد المهاجرين لأنه ضد المهاجرين الآن ربنا سبحانه وتعالى جاب لهم صراع سيفتح عليهم سيلا من المهاجرين وهالمرة هذه من بين جلدتهم اللي هو الشقر والعيونهم زرق فيها مسلمين أيضا على ذكر على ذكر بوتين واليمين المتطرف طبعا بوتين استخدم أيضا الأرضوذكسية واستخدمها إلى أقصى الحدود وشفنا حتى جنود روس وهم ذاهبين إلى سوريا يتم تعميدهم من طرف القساويس الأرضوذكس فيه قبل فترة كان هناك مقطع يتحدث فيه بوتين حتى كان مفاجئ لكثيرين كانوا يظنون أنه ملحد أو على الأقل علمان يعني يقول نحن سنذهب نحن للجنة نحن شهداء وسنذهب للجنة أما هم فإنهم لن يكون لهم وقت التوبة صحيح وبالتالي يذهبون إلى الجحيم يتحدث باللغة دينية الشام هي مهد المسيحية الأرضوذكسية يعني لما ذهب إلى هناك هو أيضا ذهب بدافع أرضوكسي الطغاء يستخدمون الدين سلاحا أيا كان هؤلاء الطغاء صحيح ليش؟ لأنه الخطاب الديني يساعدهم في تمرير الأجم داتهم طبعا الخطاب الشعبوي جزء منه خطاب ديني للأسف يعني لكن تخيل لو أن أي مسلم يتحدث على قضية الشهادة والجنة والنار هذا خلاص يعني هذا يصبح عايدا وداعش بس تعليق أبو ناجي هو الحقيقة لما قالها قالها يعني بشكل مقنع إحنا لما أحيانا بعض الرؤساء الأنظمة لما يبدأ يحاول يتملق للدين والمتدينين يخربط لا يعرف يقرأ آية صح لا يعرف يقول حديث مثل أوادم لا يعرف يعني لأحد شيء ممركب واضح أنه هو حافظ كم شغلة وناسيها زيان مثل شي سموه هذه المرات في النكة يقول لك بفلسطين حاولوا الأوقاف ما السلطة الفلسطينية حاولوا يعممون يعني يعممون خطبة لازم الموضوع وكانت ورقة واحد من الخطبة ما الفتح كان يعني يستحى أنه يقرب ورقة قال يعني أنا أقرب ورقة وكذا لا رح أطلع أترجل فحفظ هو المشكلة مالتوين بالأدعية بالدعاء فحاول يحفظ أدعية ومدري شنو قال أطلع من القرآن أطلع فانتهى به الأمر إلا أنه القصد أنه لما فوتين قالها أنا نكتا نكتا لما فوتين قالها لما فوتين قالها لما فوتين قالها أنا عراقيين بركتوا على الفتحوين هذا كيف هذا كيف هذا بركينو لا هذا مالجعه هذا مالجعه همدون إلى الهباش jetzt elhamnash بنيء منكم هذا هو همش همش فوتين لما قالها حقيقة قالها وهو راسخ يعني هو قالها في النهاية قتلنا في الجنة و قتلك و قال أيضا كلمة ثانية قبل الحرب قال ليش تكونون عنف و ما عنف و ما عنف و كذا لا 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 يوجد حروب يبقى عنف الحروب دفاع عن النفس نحن ندافع عن أنفسنا و هذا هو درس آخر يعني الناس اللي لا يتكلمون عن القضية هذه شنو يا جماعة الخير تعليقاتكم على المقابلة التاريخية لمحمد بن سلمان في The Atlantic أحد بكم قرأة شوف أنا شفت التقارير اللي صدرت باللغة العربية عنها التقارير اللي صدرت باللغة العربية تعتمد على تقرير عن الموضوع المنشور في The Atlantic بالإعلام السعودي فلما جيت أقارن وجدت اختلاف طويل على فكرة اللقاء طويل جدا طبعا اللقاء طويل أكثر من 12 ألف كم أنا ما أدري ليش كذا يعني رسالة ماجستير تكلم عن كتاب أنا قلت يعني ما لدى صراح هذا أنا أعتبره ليس شيء نيجابي بسلوب جديد يبدو في المقابلة ما كنا نعرفه سابق طبيعة الموقع مطوضة مجلة دورية تظهر في إبريل لا أتلانتك لا صدرت تظهر في إبريل بس ماذا في الموقع هذا نشروه في الموقع لكن الهارد كوبي بالضبط هي مواضيع مجلات هاي هي هكذا طبيعة فهو معظم التقرير ليس صاري صالح محمد بن سلمان بالعكس هو على الطريقة الغربية اتنين صحفيين استقصائيين طلبوا منه لقاءات التقوا معه مرتين في مناسبات مختلفة مرة في المدينة تبعته هاي الجديدة نيوم نيوم ومرة في الرياض ومعظم ما كتبوه ليس من اللقاء معه إنما عنه وإنما عنه ومما سمعوه من الناس وتحليلهم ورؤيتهم وتحليلهم ورؤيتهم للأسف التقرير اللي نشره الإعلام السعودي مكتوب للاستهلاك السعودي والمواقع العربية نقلت عنه وليس صحيح وانا جاي من البيت خذت على السريع لاني شفت التقرير فرحت للأطلانتيك يعني باش نطلع منه لكن في الطريقة قرأت هذا المقطع من بينما قرأت يقول لك I have been traveling to Saudi Arabia over the past three years آآ هذا الصحفي صحفي تحاول أن أفهم إذا كان قاتلاً مصلحاً أو كلاهما أريد أن أفهم إذا كان قاتلاً مصلحاً أو كلاهما وإذا كان قاتلاً وإذا كان قاتلاً يمكن أن يكون أحداً وإنما الآخر هذه الجملة قاتلة بقاة كثيرة منها قاتلة أنا ربيها استفزاز كثير أنا قرأت تلتها تقريباً لأنه لم أستطعش أقرأها كاملة بس ناوي أكملها لسه في للأمام كلام عن أنه كيف أنه لا يجرأ أحد أن يخالفه بالرغم من أنه يدعي أنه يقبل بالرأي الآخر إذا كان موضوعياً وصحيحاً وسليماً فبيقول يعني الناس اللي في السجن وغير أيدولوجي وغير أيدولوجي وغير أيدولوجي غير مؤدلج يعني إذا كان النقد أدلج يعني نجاجة بدون حتى ريش يعني باللي بيتكلم معه طبعاً أهم حاجة فيها هو موضوع جمال خاشغجي هما بيقولوا له أنه هو بيقول أنا لا علاقة لي بموضوع جمال خاشغجي وأنا لو عندي قائمة بألف شخص أريد أن أقتلهم ليس منهم جمال خاشغجي أرقى يعني كأنه هناك واحد يقول هالحكي أردنا أن نقدر لا نستخدم هذا الأسلوب غير على أساس ودريدهم في الموضوع يقعد يركب على نفستهم أعظم أنه ممكن يسوي فرقة قتل بس أنا مستغرب من المواقع العربية كيف تناقلت الكلام اللي نازلت في تقلير سعودي دون أن يتقل يعني لا يوجد كل كوبة بيستدر يعني لازم يقرأوا الأصل هذا المفروض لا تتكلم عن إعلام مشكلة أنها إما عميلة للسعودين والإماراتيين وإما الأخرى حتى اللي مش معاهم كسولة آه كسولية كسولين حتى القدس العربي ناخل نفس الكلام التقرير اللي نازل بالعربي كله ينصب على الإخوان المسلمين مع أن ذكر الإخوان المسلمين في تقرير أتلانتيق قليل جدا قليل جدا العربية أبرزة ما تريد وهو الإخوان المسلمين هم نقلوا عنها الباقون نقلوا عنها هم الأشياء البارزة كبيرة من اللامهنية أولا ومن الكسل ومن أيضا استسهال الأمور وهذه في الحقيقة استحقار لقارئهم أنا أبحث وجدت أن الكلام الذي نقلته العربية ومن على شكلتها من المواقع هو ما قاله محمد بن سلمان في عام 2018 عندما شن حمل شعواء على الإخوان المسلمين وقال إنهم جماعة إرهابية وإلى آخر يعني ليس من ما لها علاقة بالذياثات؟ هو تكلم أيضا من الأشياء البارزة في المقابلة قضية الأحاديث النبوية وكذا يعني ويعني عشرة آلاف أحاديث أو آلاف الأحاديث يعني لم تثبت وكذا ولم يثبت إلى القليل هذه بالمقابلة مالذي أتلانتك؟ آه أتلانتك أيوة لم يثبت إلى القليل هو يتكلم عن قضية العمل هو سأله سأله يعني أنت ذكرت الحديث والعمل بالأحاديث وكذا وكذا قال نعم يعني الأحاديث كثير منها لم يثبت والذي لم يثبت لا نعمل به أو شيء من هذا القبيل قال قال تكلم على حديث الوحادية إلى آخر هو حديث الوحاد وأنهم فضحوا في موضوع قطر قالوا أنه قارن قطر بالنازية بالضبط وقبل ما يتصالحوا وقال يعني هل يقبل أحد أن يتعامل مع النازيين في الغرب أو أن يذكر هتلر بخير أو يذكر هتلر بخير فهم إيش بيقولوا بيقولوا بعد أن تصالحوا نشر صورة له مع هتلر قلين قوسين أمير قطر هم في نيوم كانوا نيوم فهو طبعا التقرير الحقيقة طويل لكنه صحافة استقصائية بالضبط بالطريقة الغربية نعم مش على الطريقة التي صورها تقرير العربية أنه هذا مديح لمحمد